اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ان مملكة البحرين مستمرة في جهودها الرامية الى التصدي لفيروس كورونا وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بتوفير اللقاح الامن للفيروس واتاحته مجانا لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع منوها نأسموه بان التوجيهات الملكية السامية بتوفير اللقاح يعزز من خطط الامن الصحي الاستباقي بما يحقق المزيد من التميز لكافة مسارات العمل في مواجهة فيروس كورونا وقال سموه ان تحدي فيروس كورونا اثبت مدى وعي مسؤولية ابناء الوطن المخلصين عبر التزامهم بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ونفخر بجهود الكوادر الوطنية من افراد الصفوف الامامية والجهات المساندة واسهاماتها في نجاح الخطط الموضوعة للتصدي للفيروس جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور اصحاب سموه المعالي والسعادة اعضاء اللجنة حيث استعرض الفريق الوطني طبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى لصحة تقريرا حول خطة التطعيم الوطنية لتصدي لفيروس كورونا نقشت اللجنة التنسيقية الخطط والاستعدادات الرامية لتوفير اللقاح للجميع مجانا تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وذلك من خلال خطة وطنية للتطعيم من خلال سبعة وعشرين مركزا طبيا بهدف تطعيم منهم فوق الثامنة عشر عاما بطاقة استيعابية لخمسة آلاف يوميا والوصول إلى تطعيم عشرة آلاف تطعيما يوميا وأكد الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا أن المملكة حريصة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر المدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية والمعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية حرصا منها على حماية كافة المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر